اهلا بحضراتكم من جديد واخر اخبار الترند والبداية هتكون مع ترند الاهلي البداية معناه النهاردة في ترند الاهلي من حساب بطولات والكلام كله هيبقى على موضوع المصابين كتير في الفترة اللي جاي اول حاجة حساب بطولات بدأ باصابة بيرسي تاو قبل مباراة الاهلي وينجي افرجانز تشخيص الاصابة موقف بيرسي تاو ايه مصدر في النادي الاهلي كشف عن طبيعة اصابة بيرسي تاو وقال ان اصابته عبارة عن شد بسيط في العضلة الامامية وان اللاعب الجنوب افريقيا سيخضع لفحص طب غدل الخميس لتحديد مصيره من السفر الى تنزانيا طيب هل الموقف متعلق ببيرسي تاو فقط لا يلا قورا النهاردة عمل تقرير على قبل رحلة تنزانيا اختبار طبي لسناع الاهلي وكولر يتجه لاستبعاد اربع لاعبين امام يانجي افريكانز الكلام هنا بنتكلم على مين اولا بيرسي تاو وطاهر ما لعبوش مطش سموح وكان فيه شكوى كده من شد خفيف غدا هيتحدد موقف بيرسي تاو وطاهر محمد طاهر من السفر الى تنزانيا ولكن مصدر في تصريحات خاصة ليلا كورا قال كمان ان فيه اربعة بنسبة كبيرة مرسي الكولر هستبعدهم نتيجة عدم جاهزيتهم لمباراة يوم السبت اللي جاي الاربعة او الرباعي محمود متولي انتوني مودست كريم ندفد ومحمد الضو كيرستو قال لها بالتونسي الصاعد على فكرة بغد النظر عن بيرسي تاو وطاهر او حتى الرباعي كده كده الجهاز الاداري عمل تأشيرة لكل افراد البئسة كل اللاعبين اللي موجودين في القائمة الافريقية الاهل عمل لهم تأشيرات عشان لو في اي وقت الجهاز التوب يشاف الامور ماشى كويس يقدر يستعين كولر باي لعب ما يضطرش يعمل تأشيرة من جديد طب المصر الرياضي ايضا بيتكلم على الغيابات انا قلت لحضراتكم النهاردة التريند كله هيبقى بيتكلم على الغيابات وقايمة الفريق العنوان النهاردة نازل في المصر يوم الغيابات تضرب الاهلي في رحلة تنزانيا اللي موجد يانج افريكانز التفاصيل بتقول ان تأكد وده على عهدة المصر اليوم غياب خمس لاعبين عن الفريق اللي هيسافر بقرة الخميس الى تنزانيا مين الخمسة؟ ريدا سليم محمود متولي كريم ندفد مودست كريستو يعني يلا كورة تكلم على رباعي المصر الرياضي زود اسمه وقال ريدا سليم عشان يبقوا خمسة هو بنسبة كبيرة للخمسة مش ازباب فنية يعني في بعض المشاكل الطبية اللعيب عنده اصابة اللعيب عنده شد اللعيب بيعاني من بعض الالتهابات فالافضل ان الخمسة ما يكونوش موجدين طبعا ريدا سليم غايب من يوم مباراة سانداونز ونتمنى له السلام يا ربي خلال الفترة الجاية ولكل زمولاقه طيب كل كورة كل الكورة بتتكلم على طبيعة اصابة ريدا سليم ريدا كان عنده كسر في الترقوة وبيعمل برنامج تأهيلي وساعات بينزل ارضية الملعب بيعمل تدريبات في الجري حول الملعب ولكن على عهدة كل الكورة قالوا ان ريدا سليم ايضا تعرض لاصابة بشد في العضلة الامامية اثناء خوض البرنامج التأهيلي للعودة من الاصابة بكسر في الترقوة حظه سيء جدا لكن اكيد الاصابة دي مش اتأثر على ريدا دلوقتي كده كده ريدا اصلا غياباته او غيابه مستمر لغاية اول يناير فان شاء الله بإذن الله يشفى من اصابة العضلة الامامية وايضا الترقوة لان هي اصابة دمات ايه رخمة شوية موضوع اصابة الكسر الترقوة دي بالذات طيب ملعب القرار 24 انتقل بقى لفكرة قيمة الفريق مين هيرجع ويسافر تنزانيا ومين كان غايب عن ماتش اسبوح الايقاف انتهى محمود ده كهربا يعود لقيادة هجوم الاهلي امام زد كهربا فارق جدا 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 في خط هجوم النادي الاهلي كهربا في المباراة المحلية اللي بيغيب فيها ان الاهلي الاهلي بيجد معاناة بكل امانة وبكل صراحة لكن لما بتشوف كهربا في المباراة الافريقية فيه شعلة نشاط فيه حركة فيه اسست فيه مساعدة فيه اهداف فان شاء الله بإذن الله يكون كهربا متواجد في ماتش يانجا افريكانز ويكون جاهز بنسبة 100% طيب حساب الوطن الرياضي كان فيه كلام انه ممكن احمد قندوسي يعود للاهلي في يناير اولا الف سلامة على لعب الجزائري احمد قندوسي كان تعرض لجزع في الرباط الداخلي للرجبة هيجيب حوالي كم اسبوع كده لكن شاء الله هيكون سليم وهيكمل مع سراميكا حتى نهاية عقد الاعرى ولكن كان فيه كلام انه ممكن قندوسي يرجع للاهلي في يناير سراميكا ومن خلال طبعا يعني المسؤول هناك معتز البطاوي المدير الرياضي لنادي سراميكا كشف وحسم الجدل وقال كل ما تردد عن هذا الامر غير صحيح احمد قندوسي مكمل مع سراميكا حتى نهاية الموسم وما فيش قطع في فترة الاعرى واللعب مستمر طول مدة الاعرى مع نادي سراميكا حتى نهاية الموسم طيب حساب يلا كورة يلا كورة يكشف تطورات مفاوضات الاهلي مع فيوتشر لضم عمر كمال كلام كتير يتقال في موضوع عمر كمال ويتقال لعيبة ممكن تطلع اعارة ولعيبة ممكن تيجي وفي اجتماعات تمت من فترة وفي مهلة للرد على الاجتماعات انا لو هرد في هذا الموضوع عن بتصريح رسمي من دكتور وليد ديابس رئيس مجلس دارة نادي مودرن فيوتر طلع وقال كل ما يعرض في وسائل الاعلام عبارة عن اجتهادات صحفية حتى هذه اللحظة لم يحدث اي موقف رسمي في هذا الامر دي نقطة النقطة التانية النادي الاهلي اصلا مفيش مسؤول رسمي طلع يتكلم على انضمام عمر كمال عبد الوحد للأهلي فننتظر نتمهل انتقالات يناير بعد حوالي 30 يوم شهر يعني النهاردة خلاص في نهاية نوفمبر يعني يوم الجمعة بدأت شهر ديسمبر شهر واحد بس يعدي كاس العالم وهنبدأ نشوف الصفقات واللي هيحصل في الفترة اللي جاية حتى سموح عايز لعيبة وفي بعض الناس عايزة لعيبة ولكن الاهلي قافل كل الملفات دي في الفترة الجاية انتظارا لمشاركة الفريق في كاس العالم للأندية فاصل ثم نواصل اشتركوا في القناة